سبحان الله معجزة تحدث كل يوم خمس مرات في الأذان ولا أخذ يلتفت إليها نداء يتكرر في اليوم خمس مرات إنه الأذان لصلاة فهل تفكرت في كلماته من قبل ولما تكرر بعض الكلمات في الأذان هل هذا مجرد صدفة أم إبداع من الخالق سبحانه وتعالى؟ تأمل معي هذه الأرقام وتابعنا للنهاية وأجبنا على سؤال الحلقة هل يأتي التكرار في الأذان صدفة أم هو تدبير الخالق سبحانه وتعالى؟ قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا أولا من عجائب القرآن الكريم أيها الأحبة في الله أن الكلمات بمعنى الأذان كلمة أذن تكررت مرتين وكلمة مؤذن تكررت مرتين وكلمة أذن وردت مرة واحدة ويكون المجموع خمس مرات بعدد مرات الأذان قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وقال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وهناك آية ورد فيها فعل الأذان ولكن ليس المقصود به الأذان البشرى مثلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس وهناك آذان يوم القيامة فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ثانيا الأذان يتألف من خمسين كلمة برفع خمس مرات والحسنة بعش أمثالها ثالثا عدد الركعات المفروضة سبعة عشر وعدد الحروف المستخدمة في الأذان سبعة عشر حرفا الألف واللام والها الكاف والباء والراء الشين والدال والنون الميم والحاء والسين الواو والياء والعين الصاد والفاء رابعا إذا علمنا بأن عدد أشهر السنة هو 12 شهرا وهذا الأذان يرفع على مدار السنة فإن عدد المقاطع التي يتألف الأذان منها هو 12 مقطعا بعدد أشهر السنة كما نلاحظ أن الأذان يتألف من 12 مقطعا وقد ختمه الله بلا إله إلا الله وهذا المقطع يتألف من 12 حرفا فتأمل هذا التناسق خامسا بداء الأذان بسم الله وختمه بنفس الاسم وفي ذلك إشارة إلى أن الأذان لا يجوز أن نبتغي منه غير وجه الله تعالى سادسا أكثر كلمة تكررت في الأذان هي كلمة الله لو عددنا حروف الألف واللام والهاء في هذا الأذان نجد أن عدد هذه الحروف 112 حرفا ورقم سورة الإخلاص في القرآن هو 112 وهذه السورة هي سورة التوحيد وتتوزع هذه الحروف كما يلي حرف الألف 47 حرف اللام 45 حرف الهاء 20 أي أن مجموعة هذه الحروف هو 112 وهذا العدد من مضاعفات السبعة أي 16 في 7 يساوي 112 إضاءة عدد حروف ألف واللام والهاء هم حروف اسم الله في الأذان وهو عدد السور من الفاتحة إلى الإخلاص 112 سورة حيث ذكر اسم الله أول مرة في الفاتحة وآخر مرة في سورة الإخلاص إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بتغطي زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا ترجمة نانسي قلقاتي اشتركوا في القناة